رامي والمعلم الجديد كان معلم الصف الخامس الجديد فريد يلاحظ التأخر المتكرر لتلميذه رامي وعدم اهتمامه بهندامه وقد كتب ذات يوم في سجل ملاحظاته رامي تلميذ كائب مهمل لدراسته ليس له صديق ينام احيانا اثناء الدرس وعلاماته متدنية ووالداه لا يحضران للسؤال عنه خلف نظراته حزن دفين فقر فريد في مقابلة والدي رامي فقام بتتبعه عند عودته الى المنزل ثم سأل احد جيرانه عن عائلته ليتفاجأ بان رامي كانت الميذا ممتازا ولكن وفات والده منذ سنتين ومرض امه جعله يذهب للعمل عند الخباز صباحا قبل ذهابه الى المدرسة ليوفر ثمن الدواء لوالدته منذ ذلك اليوم لم يذهب رامي للمخبزة مجددا فلقد اصبح المعلم يحذر الطعام والدواء لوالدته بانتظام ويخصص وقتا اضافيا لتدريس رامي في منزله حتى يستدرك تأخره في الدراسة بعد خمسة عشر عاما تفاجأ المعلم فريد بورقة اسفل بابه كتب عليها معلمي التقيت مدرسين كثرا خلال دراستي ولكنك افضل معلم في حياتي يشرفني ان تحضر حفل تخرجي لتسعد فوق منصة التشريف مكان والدي فقد اصبحت طبيبا ابنك رامي ترجمة نانسي قنقر